السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة نقل الصور والفيديوهات والاغاني من الموبايل للكارت المومري طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن اتمنى منك في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا اول حاجة نعملها هندخل على تطبيق ملفاتي وبعد كده احنا عندنا الصور والفيديوهات وملفات الصوت اللي هي الاغاني وعندنا بطاقة SD اللي هو الكارت المومري احنا عايزين ننقل التلاتة دول لبطاقة SD اللي هي بطاقة الزكرة اول حاجة نعملها هندخل على الصور وبعدين هنبدأ نحدد الصور كلها هندوس على اي صورة؟ دوسها مطولة وبعد كده هندوس على تحديد الكل كده احنا حددنا كل الصور وعددهم 449 صورة هنيجي هنا عند نقل هندوس عليها وبعد كده هنرجع خطوة الوراء وبعدين هنيجي عند بطاقة S-D وبعد كده هنقدر نحط الصور اللي احنا حددناها في أي ملف من الملفات دي ولو احنا عايزين نعمل ملف جديد هندوس على الثلاث نقاط اللي موجودين فوق على الشمال وبعدين هنختار انشاء مجلد وبعد كده هنبدأ ان أحدد اسم المجلد ده واليكن مثلا الصور وهندوس انشاء بعد كده عملنا ملف جديد اسم الصور هندوس عليه كده مع بعض وبعد كده هندوس على النقل هنا بعد كده مباشرة الصور هتبدأ تتنقل للملف الجديد اللي احنا عملنا ده كده بالنسبة للصور تعالوا نرجع بره خالص بقى ونبدأ نحدد مقاطع الفيديو اللي هي الفيديوهات هندوس عليها كده مع بعض وبعدين هنفضل دايس ندوسها مطولة على اي فيديو وبعدين هندوس على الكل كده احنا حددنا كل 109 فيديو هندوس بقى على كلمة ناكل وبعد كده هنرجع خطوة الوراء وهندخل على الكرت الممري وبعدين برضه هنعمل ملف جديد هنسميه الفيديوهات وبعدين هندوس على انشاء وهندخل على الفيديوهات وهندوس على كلمة ناكل هنا كده احنا نقلنا الصور والفيديوهات فاضل كده معنا الاغاني هنرجع تاني بره هنختور ملفات الصوت وبعدين هنبدأ نحددهم الكل برضه بالشكل ده وهندوس على ناكل وهنرجع لي الكرت الممري وهندوس برضه على ملف جديد هنعمل انشاء مجلد وبعدين هنكتب اسمه هنا الاغاني وهندوس انشاء وبعدين هندخل على الملف وهندوس النقل هنا وهي دي طريقة نقل الصور والفيديوهات والاغاني من الموبايل للكارت الممر وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدر تكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلام